مصر خير عليكم اتمنى اشهر تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في الفيديو تاعتها اليوم معاكم غوثي كلار عندمايت لما زلتي ما سجلتش في القناة انا نقول لك تفضلي عنا افكار جدو إبداعية في مجال التدوير الفني والاشغال اليدوية كما ركو تشوفو احبائي كتكو تاتي البنوتات اليوم جبت لكم واحدة ورشة جميلة بزاف جبت لكم فوتاي ولا الكانابا للبغبيت شوفوا يعني البغبيت بنتي فرحت بزاف حتى بنتي فرحت نحن نخدم احبائي اليوم هاد الفوتاي هاد الكانابا بوسائل مسترجع هاد الوسائل تعنا نحتاج الى بقايا قومش اي قومش نحتاج الى صوف يعني العوات للحشو انا من بعد احنا نقول لكم كيفاش قطعنا الاجزاء تعنا على القومش نحتاج الديكوراسيون يعني بالديكور دي بونبون لازق تعنا السيليكون نحن نخدم الكانابا نحن نخدمها بعلبة الحالي باي علبة ولا علبة العاصر بالنسبة للقومش نحن نخدمه الوسائد يعني المخايد نحن نقوله مثل المخايد نحن نخدمه المسند يعني اللي يدور على الكانابا نحن المخايد كما كنت شوفوا احبائي يجبوا اي قومش اذا هنه رح تستعملوا حوالي ثمانية على ستة ونصف سنتيمتر يعني بياخذ باعتبار الاطوال تاع الخياطة والمسند التاعنا هو نفسه الطول والعرض تاع العلبة تاعنا شوفوا حيدور من المسند نضيفه في الجوانب من المصعد ونضيفه في الخلف وفي الجانب الثاني المسند التاعنا هنا طول تاعو تسعة سنتيمتر والعشرين والتسعة فهنا في ثمانية وثلاثين سنتيمتر إذي رح تاخدوا قطعه الطول تاعها ثمانية وثلاثين سنتيمتر والعرض التاعها حوالي ستة ونص سنتيمتر دائما مع اللي مخش تاع الخياطة يعني نحن نخدم سوف تقسم القمش ثلاث وسايد ثلاث مخايت صغار استعملوا الألوان اللي حبيتوها في اللون الوردي في اللون الرمادي خيط المسند التاعي عادي بالآلة الخياطة هنا سينو خيطه بيدكم عادي إذا راح تقلبوا القمش وبعدها نحشيوه بالصف التاعي الحشو بشكل عادي بالنسبة الوسادات التاعنا كذلك قد لكم الوسادة يعني تكون صغيرة تكون متناسبة مع حجم الكنابة التاعنا إذا شوفوا هني قلبتو عاملك الوسادات التاعنا شوفوا كيفاش خيطهم ذلك راح نعمرهم بالصف هذه يعني خيطها كامل في الجوانب خليت فقط هذك الفتحة بش نعمرها و راح تعمرهم بشكل عادي يعني بش يجيوكم بومبي يعني من الفخين وبعد تغرقوا هذك الفتحة هذي بالنسبة الوسادة التاعنا يعني ورشة جميلة هذي البنوتات يعني في عود دائما نقول لكم دائما وش تقول لكم غسيك لاراندمايد بش نحربوا هذك هذك كترة الشراء وكترة إنتاج النفايات العكس أحبائي راح نكونوا متحضرين راح نسترجعوا النفاية التاعنا ونسترجعوا البقاء القماش كاراتين بش نخدموا أشياء جدو مفيدة ونتعلموا مهارات فكرية ومهارات يعني حركية خاصة دائما نقول الأطفال اللي عندهم صعوبات مناسبة لهم هذي الوراجات إذا هاملون هاملون لدينا أحبائي بهذا الشكل وقاعدتنا اذا نشوفوا أنا خيت الطرف هذك اللي اغلقتوا إذا بهذا الشكل وكمنا المسند وكمنا الوسادت سوف نذهب إلى المقعد إذا استرجعت علبة الحليب نضيفهم قبل أن تستعملهم في الورشات نفتح العلبة نرى استرجعت علبة الحليب وسترجعت نفية أخرى سوف نظيفها معي التي سوف نعمر بها الداخل علبة الحليب لكي لا تكون خفيفة يعني تكون تقيلة نضيفها نظيف العلبة نظيف هذه الملة والداخل نجيب ورقة الجرائد نضيفه نضيفه وندخله الداخل كحشو نحشيه في العصبان نحشيه هذه العلبة نعمرها مليح وانا ما نفعله يجب أن نغلق العلبة إذا لا تقلق لكم مقبل في الوسائل سوف تحتاج هذا الشرط اللاسق ولكن حجم كبير ومتوفر في المحلات بأسعار مناسبة سوف تغلقوا هذه الفتحة التي حلتها مقبل بالمقص يعني تخدموا بهاد الآلات الحادة ولا دائما تكون تحت إشراف يعني الأب ولا الأم ولمنشطة لنمحهم ونحشيه مع هد الوسائل سوف نغلقها في الجانبين يعني في الجهة هذه والجوانب وعلى ادن هاد الورش احبي هاد الكنابة يعني نقدو نديرو حتى اتات كل الاتات بتاع الباغ بتاعنا يعني حتى السرير اللي ترقد عليه دونك لا عجبتكم هاد الفيديو قولوا لي في لي كومنتي قد تحبو ندلكم يعني سرير جميل تاع الدمية وين ترقد الدمية ما كاش مشكيل فقط يعني شجعو قناة غسي كلا غاندميد هكذا باش قد لكم عنا افكار حصريات تلقوها فقط على على قناتنا اذا رح نغلقنا العلبة تعنا احب يشوفو عيبيان رهي متماسكات قيلة درك القطعة التالتة دو قدرنا المسند درنا الوسادة تعنا دوك رح نديرو باش نغلفوا العلبة تعنا اذا وش رح نجيبو رح نجيبو قطعة تعال الصوف تعنا بصح ماشي هاد الكتال الحشو او ينباع بالمتر اللي نستعملو في الحقائب يعني نبطنوا به الحقائب اذا رح تجيبو تقيسو التسعة في العرض ورح تقيسو عشرين سنتيمتر تعال العلبة هذي العلبة التاعين تم قيسو على حساب العلبة ديالكم بالسيليكون احبائي رح تحطو كمية من السيليكون في الوجه العلوي ورح تحطو القطعات تعال اللوات تعالكم تلسقوها بهذا الشكل لعبلكم على شدرنا هذي باش الكنابي بتاعنا الفوتاوي يعني الكنابة تكون مريحة للبغبي بتاعنا يعني كتقاد عليها البغبي تشيبيا بومبي يعني عندها هذك المظهر الان شوفو قلبت العلبة التاعي يعني يلتحتها لاوات وجبت يعني باش نخدم فاسي الماء يعني بسهولة جبت السيليكون كما كنت شوفو ورح نبدأ ننغلف العلبة ديالي اذا رح نحط السيليكون في الجوانب عادي ورح نغلق بالقومش تاعي ورح تأكدوا باللي السقل السيليكون تحكم هنا اللي عنده يعني كين انواع من الغراء تكون السقل مليح تقدوا تستعملوها انا ما كانش متوفر عندي كان متوفر عندي السيليكون نقستعمل السيليكون ورح اني لسقت الان الجهة الثانية نفس الشيء احباقي رح نديرو في الجهة المقابلة دكح للسق الجانب ورح للسق الجزء العلوي ورح للسق كذلك الاطراف الجانبية رح تشوفوا معايا اشتركوا في القناة ورح لان ورح نجعلوه soybean ورح الان ورح أصبع الغراء لمسنا التاعي بها مسكتبوا السيليكون تحكم دائما لو يسخن اضعوا سيليكون في الجانب يعني في العرض وتلسقوا سيوبرك لازم تضيروه نحو الجهة الخارجية السيليكون باش ما يخرج لكمش يعني في الجهة الداخلية باش ما يشمت لكمش دائما يقول لكم ما تكتروش ديروه خط حق دايا بمسدس الكبير شوفوا معايا اذا رح تضيروه نحو الخلف المسنة تاكم رح يكون غير في الجوانب يعني الجزء الخلفي تاوي رح يكون في الهواء باش المقعد يعني وين تقعد الدومية تاكم ما ياخدش هاداك المسند يعني تديروه الدنيوه الامام ياخد لكم مكان من الكنابي بتاعكم شوفوا كيفاش رحو في الهواء يعني في الخلف كي تشوفوه رحو في الهواء فقط جانب بتاعه يعني تاع الخياطة دو بخيفيرونس بالاحسن يكون هاداك الجانب تاع الخياطة هو اللي تديروه من تحته باش ما يظهر لكمش من الفوق فالا وتلسقوه اوتوتوغ يعني حولة العلبة تاعكم لتشكل المقعد اذا شوفوا دوروه غير بالعقل يعني جربوا قبل ما تلسقوه ديروه دائر وبعد بدو تلسقوه بشكل عادي اذا هكذا يشوفوا في الجانب يعني الفوتوية المسند تاعنا شوفوا راهو نحو الخارج وعلى بهاد الشكل اذا هنا يفل انتوما احرر انا حبيت ان نغطي هذه الخياطة تاع الجانب حبيت ان في نفس وقت ندير ديكور اذا استعملت هاد البونبون هادو اللي كانوا متوفرين عندي اذا قطعة صغيرة ديروها في جانب واحد كما تحبوا اعبلكم هادي هادي على حساب اللغو تاعكم حبيتوا تدوروا كامل البونبون على المخايد تاعكم حبيتوا تديرو اشياء اخرى يعني نديروش البونبون انا درت لبونبون بأسكو اللي باهم تندانسي هاد العام يعني راهم على مود دونك زادوا بهاونا وستعملوا شوفوا يعني جي كاسي لكولر دونك تقعد توجوف اللي مام تندانسي يعني في اللغوز الفوشية مي جي كاسي افكو اللغوز كلير هاد اللون الوردي الفاتح دونك حكمت المخايد درت لهم كاريما يعني في طرف واحد في جانب واحد جوز اصغير تاعلي البونبون باغي يعني نفس شي رح نديرو تحت في المقعد راح نديرو اوتوتوغ يعني برك في الخلف ما نديرش ندير في الجانب الايمن من الامام والجانب الايصر بالسيليكون هنا احنا نستعمل السيليكون صغير رو ماركي وشوفوا لا لاحظوا ضنك نكون نخدم في اشياء يعني فين يعني صغير نسعم الموسدس الصغير هنا لو كان نستعمل الموسدس الكبير راح يخرج لي بزاف السيليكون دونك عادي استعمل هاد الموسدس راح ندير يعني قطارات فقط والسقل البونبون تاعي اوتوتوغ دونك هاي ليك في النهاية راح تحصلوا على فوتاي جميل يعني حتى الجوانب بتاع المسند التاعنا سي تنغطي هادك الخياطة في ناس وقت والديكور يعني من الامام دونك ورشة جميلة احبائي جربوها في المنزل هكا واسترجعوا العلب بتاع الكاراتين تعكم علب الحليب وديروا ديكرياسيون هكذا باش تنميوا المهارات الفكرية تعكم كما نقول لكم وتساهموا احبة انتو متانيت في حماية بيتكو دونك جيس باق تكون عجبتكم الفكرة اللي تقسمتها معاكم دايما كما نقولكم احبائي اليوم تقسموها انتو متانيت مع ناس وحدو غين وشاركوا في قناة غسي كلا خليونا التعليقات تعكم تلاقوا ان شاء الله في افكار اخرى ابداعات اخرى بقوا عليه خير وطلعوا في لوحتيكم مع السلامة اشتركوا في القناة